موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي نبدوها كالعادة بأبرز العنوين في المواقع المحلية بعد إعلان الحوثيين وقف إطلاقها نحو السعودية الباليستي نحو مارب ومن البي بي سي أم بريطانية تناشد حكومة بلادها أعيد لي ابنة المخطوفة من اليمن وفي أخبارنا المنوعة الخارجية الألمانية ترفض ترحيل حتى المجرمين من اللاجئين السوريين أهلا بكم في الوقت الذي تعرض ميليشيا الحوثي السلامة مع السعودية واستعدادها لإيقاف صواريخها إلى الخارج فإنها تركز الآن على قصف الداخل ويعنون المصدر أونلاين بعد إعلان الحوثيين وقف إطلاقها نحو السعودية تكثف الباليستي نحو مارب وقال الموقع إن دفاعات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون ظهر الجمعة على مدينة مارب وسط اليمن وسمع السكان دوي انفجار ناتج عن اعتراض محطات الباتريو تتابع لقوات التحالف للصاروخ وكثفت ميليشيات الحوثي إطلاق الصواريخ الباليستية على محافظة مارب الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية منذ إعلانها مطلع الأسبوع الجاري وقف إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية وتعد مدينة مارب مركزا للجيش حديث التشكيل ومنطلقا للوحدات العسكرية التي تخوض مواجهات في جبهتينهم وصرواح شرقا وجنوب شرقية صنعاء كما تضم مركز قيادة ووحدات من أهم المعسكرات التابعة للتحالف العربي يعمل الحوثيون على استغلال الأطفال وزج بهم في جبهات القتال المختلفة وسبب في ذلك هي استخدام الميليشي للكثير من الوسائل المهمة منها المدارس ومقائل القات وغيرها وفي تقرير لموقع الصحو نتيو عن وين قصص يرويها ضحايا كيف يستقطب الحوثيون الأطفال والعاطلين لجبهات القتال ويقول الموقع أن ميليشي الحوثي تعمل على نشر الكثير من مشرفيها تحت اسم المشرف التقافي ويقوم بزيارات ميدانية لكافة القطاعات ذات التواجد الكثير للأطفال والشباب ويورد الموقع حالة أحد مقاتلي ميليشي الحوثي وكيف تم استغطابه حيث يقول دخلت في بداية الأمر بطلب منهم من أجل توظيفي في مكتب أمانة العاصمة صنعاء واشترت قبلها حضوري لدورة ثقافية ومنها إلى جبهة القتال ويضيف بعد أن تمكن من الفرار إلى خارج البلاد شاركت في لجنة حراسة أمنية لمدة يوم بعدها لم أستطع البقاء لقد عرفت أنني أقدم قربانا من أجلهم وبعدها تمكنت من مغادرتهم لقد تبعوني لمدة تزيد عن شهرين لكني رفضت العودة نهائيا أحد الأشخاص أو الشخصيات الاجتماعية بمحافظة حج يقول كانت القيادات الحوثية تضغط علينا من أجل التحشيد للجبهات وإن لم نقم بذلك فسيتم توجيه أصابع الاتهام لنا بأننا مع العدوان ومرجفون والخطر الأكبر إننا كنا عندما نخير الشباب في الذهاب يتم إيصال كل ما نقوله للجماعة وعلى إثرها يتم تأنيبنا ومع ذلك لم نقم بتوجيه أحد الجبهة وكل من اتجه نحو الجبهة كان ينوي الذهاب للجبهة قبل ذلك بكثير تتزايد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن لكن الحرب مستمرة هكذا تنشر صحيفة ويست فرانس الفرنسية افتتاحيتها التي عنونتها في اليمن التضامن ضد القنابل وجاء في أجزاء من الافتتاحية التي ترجمتها قناة بالقيس يحتاج ثلاثة أربع سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية للعيش الماء الصالح للشرب نادر الوجود والطعام يصعب وصوله للسكان الوضع يزداد سوءا تحدثت بذلك السيدة السعيدة من منظمة الطباء العالم المجاعة تهدد الناس على نطاق واسع لم يسلم السكان المدنيون من الغارات يقتل ويجرح المدنيون الرجال والنساء والأطفال لا يمكن معالجة العديد منهم لأن نصف المرافق الصحية لم تعد تعمل لقد تم مهاجمة العديد منها تم قصف مستوضعات برنامج الغذاء العالمي لقد تم انتهاك القانون الإنساني الدولي جرائم الحرب ترتكب من كلا الجانبين قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الصراع الذي لم ينتصر فيه طرف على الآخر هو المأزق الذي يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مقبولة على الإطلاق يجب وقف القتال فهل سيتم سماع دعوته؟ جميع الأطراف مطالبون باحترام القانون الإنساني الدولي يقع على عاتق جميع الدول الالتزام باتخاذ التدابير تكفل الاحترام لاتفاقيات جنيف فرفض نقل الأسلحة هو واحد منها وقد أوقفت ألمانيا ثم الدنمارك بالفعل شحناتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية اليمنيون هم رهائن هذه المعارك محاصرون لا يستطيعون الهروب ليصرخوا للعالم بما يحدث لكن أمام هذا التخلي هناك باسيس أمل رغم كل الصعاب تقوم المنظمات الإنسانية بإنقاذهم بما يملكونه من مهارات وبقلوبهم والمخاطرة بحياتهم وهكذا تحافظ منظمتاء طباء العالم وأطباء بلا حدود على المستشفيات والمستوصفات ويدعمون مقدمي الرعاية في اليمن ويساعدون النساء على الولادة ويتولون رعاية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والمرضى والجرحى الذين يتوافدون إن دعم جهودهم من خلال إظهار تضاموننا مهما كان متواضعاً سوف يحيي أمل أولئك الذين يعانون لا يمكن للعنف العشوائي للقنابل والحرب الاقتصادية أن تستمر اهتم أو اتهم القائم بأعمال المدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب ياسر الحاشدي من وصفهم بتجار صنعة بالتلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية مشيراً إلى أنهم لا يخضعون لرقابة السلطة المحلية في مأرب كما تتكدس معظم مخازنهم في مدريات الوادي التي لا تقضع للرقابة الحاشدي في مقابلته مع الموقع بوس أشار إلى أن هؤلاء التجار هم من كبار المستوردين الرئيسيين والمتحكمين بتجارة المحافظة ولا يبيعون إلا بالعملة السعودية ورفعوا في سعر الكيس الدقيق خمسة ريالات سعودي غير الارتفاع الذي واكب ارتفاع العملة وذكر أن الهبوط في الأسعار الذي يواكب تحسن العملة المحلية نسبي ولا يواكب الرفع في الأسعار أثناء التراجع أو تراجع قيمة العملة المحلية يستغرب مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مهرب من قلة الشكوى من المواطنين وعدم التفاعل من المواطن رغم تفعيل خطوط ساخنة للتواصل وإعلان متكرر عبر إذاعة مهرب وعبر الأرقام التي أرفقت في أوراق التسعير المعلقة على أبواب البقالات والمحالة التجارية ولكن المواطن لم يصل إلى درجة أن يكون هو سند ومراقب للسلطة المحلية حينما افتقدنا كعرب ومسلمين لثقافة الوحدة الوطنية ترسخت فينا ثقافة الانقسامات الطائفية والفئوية وانحسرت معركة الوحدة القومية والإسلامية لمشاريع صغيرة تاهت فيها الهوية هكذا بدأ أحمد ناصر حميدان مقاله في يمن منوتر مضيفا مؤلم أن نفقد كأمة ثقافة الوحدة كقيمة روحية وفلسفية كمعنى مهم في الحياة والتوجهات المستقبلية لتسقط كثيرا من القيم والمبادئ التي تربينا عليها وتشبعنا بها في تاريخ نضالي عظيم لأمة عظيمة صارت اليوم هزيلة وعندما يبدأ السقوط لا يتوقف عند حد سقط الكثير في وحل الرداء وأسقط الهوية وعاد البعض للمشاريع الاستمارية متنكرا لدماء الشهداء ونضالات الشرفاء متخذا مبرره العقيم بالظروف ومنظومة الاستبداد السياسي والديني والفساد والقهر والاضطهاد والحقيقة أن الفساد قد مسه فكريا وروحيا ووطنيا وبرهنت المرحلة على ضعف وهشاشة التمسك بالقيم والمبادئ الإنسانية والوطنية هناك سقوط واضح في الحياة العامة الاجتماعية والسياسية في وحل العنف والعدوانية والتخلف والجهل والتعصب ليفقد المجتمع وحدة الهدف والمصير الوحدة الوطنية والقومية والدينية الوحدة في مواجهة المخاطر والمؤامرات في ترسيخ المشاريع الوطنية والإنسانية مؤلم أن تسقط نخب الرهان وأحزاب وطنية عريقة لتتخلى عن هويتها وتتحول لمجرد اسم وحدة جوار دون هوية تذكر لإرضاء نزعات مريضة ومشاريع صغيرة كل ذلك محاولات لإسقاط الأمة سقط البعض ولم يسقط الجميع ولا يزال المخاض قائما الأمة واحدة والمصير واحد والوحدة حلم قديم جديد ترسخ مع ثورة الربيع العربي والشرارة الأولى من تونس وتداعت له بقية الأعضاء في الأمة من سوريا وليبيا ومصر واليمن في معركة الوحدة في مواجهة الانقسامات ومشاريع طائفية مناطقية فئوية والثورة مستمرة وستنتصر على كل المشاريع الصغيرة تتحدث شبكة البي بي سي البريطانية عن امرأة بريطانية أفنت عمرها في البحث عن بناتها في اليمن وتقول أعيد لي ابنتي المخطوفة من اليمن الذي مزقته الحرب بدت القصة حين سافر المواطن اليمني صادق صالح إلى بريطانيا وهناك تزوج من جاكي مورغان البريطانية التي أنجبت منه ثلاثة فتيات وفي مايو عام 1986 استيقظت الأم وقد اختطف صادق بناته الثلاث وفر إلى اليمن عبر السعودية تقول الأم يومها كانت ريحانة تبلغ من العمر خمس سنوات ونادي تصغرها بعام وصفية أصغرهنها كانت حينها تبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا بعد أن غادر الرجل مع بناته الثلاث أبلغت الأم الشرطة التي تعقبته وعرفت أنه سافر إلى لندن بصحبة الأطفال ثم سافر بالطائرة للسعودية ومنها إلى اليمن لقد فقدت أطفال طفلاتي وحين فتشت المنزل وجدت أن معظم الصور التي التقطتها لهم اختفت أيضا لم يأخذ فتاتي أو فتياتي فقط بل حاول أيضا أن يمحو كل ذكرى لهن من حياتي وبعد أن انقاطعت أخبار الفتيات الثلاث تقول الأم تفاجأت عام 2001 بخطاب أمام باب منزلي مكتوب باللغة العربية فخفق قلبي وتأكد حينما ترجمته أنه من ابنتي الكبرى ريحانة ابنتي الجميلة التي لم تتذكرني فقط وإنما تذكرت أيضا عنوان منزلها اتصلنا ببعضنا البعض وسافرت جوا إلى اليمن في مايو آيار من ذلك العام لكن الوضع حينها كان قد تغير تماما فريحانة أصبح تبلغ من العمر 21 عاما ونادية 19 عاما وأشعرت برهبة لا يمكن تخيلها حين كنت أنزل من سلم الطائرة لكي ألقاهن بالأحضان والدموع في عام 2007 ماتت نادية خلال ولادتها طفلها الرابع في المستشفى المحلي الذي لم يكن فيه دم يكفي ما احتاجته حالة نادية لإنقاذ حياتها لا أستطيع أن أصف إحساسي بعدما علمت بوفاتها تقول الأم وفي نفس العام توفي أبوهن وخاطفهن صادق أيضا وبالعودة إلى يومنا هذا فإن ابنتي أو ابنتي الأثنتين المختطفتين لا تزالان في اليمن تعيش إصفية وأبناؤها الأربعة بالقرب من مدينة الحديدة التي تقصف من جانب الطائرات الحربية السعودية التي تقاتل المتمردين الذين يسيطرون على معظم مناطق اليمن تقول الأم حين أكلمها أسمعها تصرخ في أطفالها وتطلب منهم الاختبال لأنها تسمع أصوات القنابل المتساقطة وفي كل مرة اتصل بها تبكي وتبكي لكي تكون معي وتورد شبكة البي بي سي مقالة أو مقالة متحدث باسم وزارة الخارجية الكومن ويلث البريطانية نحن نقدر أن الوضع الحالي محزل للغاية لمورغان جاكي صالح لكن كما تعلن نصائح وزارة الخارجية الكومن ويلث بشأن السفر بوضوح منذ فبراير فأن عمل السفر البريطاني في صنعاب اليمن معلق مؤقتا وجرى سحب الطاقم الدبلوماسي وأضاف نحن مستمرون في النصح بعدم السفر إلى اليمن وغير قادرين على المساعدة بأي طريقة على مغادرة مواطنين بريطانيين أو مزدوجي الجنسية من اليمن ادخر جهدك للحرب العالمية الثالثة تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي في القدس العربي مضيفا سواء وقعت المواجهة العسكرية أم لم تقع فإن الحرب العالمية الثالثة قادمة لا محالة إذا فهمت بالمعنى الذي يقصده النقابي الفرنسي المعروف بيرنارد تيبو في كتابه الجديد الحرب العالمية الثالثة ستكون اجتماعية إذ أن الواقع الاجتماعي في معظم بلدان العالم قد تدهور تدهورا خطيرا بفعل تعطل التقدم الإنساني الذي ظل يعني طيلة عقود تقدما في الحقوق والحريات وتحسنا في مستوى المعيشة بالنسبة لمئات الملايين من العمال ذلك أن البطالة تستفحل في كل مكان وأن عشرات الملايين من الأطفال يضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة لكسب لقمة العيش وأن ما لا يقل عن 40% من العمال في العالم يشتغلون دون عقود عمل أي دون ضمانات وأن أكثر من مليار ونصف المليار شخص يعيشون على أقل من 6 دولارات في اليوم كما أن 70% من سكان المعمورة لا يحظون بأي تأمين اجتماعي هذا فضلا عن أن الحق في التمثيل النقابي وفي الإضراب منتهك في بلدان كثيرة بل إن المطالبة به تعرض لأقصى العقاب قطع الأرزاق وقد عمت موجة الانحطاط هذه حتى اشتاحت أوروبا الغربية ذاتها التي كانت تعد قلعة التقدم الاجتماعي إذ صار المنطق السائد يصور الحقوق الاجتماعية على أنها امتيازات تعود إلى عهد بائد لأن الصيغة النيوليبرالية من العالمة قد حولت المنافسة إلى بقرة كونية مقدسة إنها حرب اجتماعية عالمية حقيقية ضحاياها هم البشر ولكن المنطق السائد لا يعترف للبشر حتى بكرامة اعتبارهم ضحايا بل إنه يعدهم مجرد أضرار جانبية تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير ترجمته قناة بلقيس إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفت يسعى إلى تعزيز هدوء دائم في مدينة الحديدة التي تسعى القوات الموالي للحكومة لاستعادتها من المتمردين وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس بريس في دبي إن الهدف من الزيارة هو رؤية الوضع في الحديدة عن كثب وإرسال رسالة إلى جميع الأطراف حول أهمية الهدنة بهدف عادة إطلاق المفاوضات السياسية كما يسعى مبعوث الأمم المتحدة إلى إجراء محادثات سلام في السويد دون أن يحدد لها موعدا بعد وقد أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستجرى في أوائل ديسمبر وتتحدث الصحيفة أن عن أرض المعركة وتعتبر مدينة الحديدة حيوية لتسليم الواردات والمساعدات إلى اليمن وهي تمثل دليلا على مدى تعقيد الحرب في البلاد وتتابع الصحيفة الفرنسية يتواجد مارتين جريفث في صنعه حيث نقش مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي التقدم في حل سياسي للحرب بين المتمردين المؤلين للإيرانيين والتحالف العسكري بمساعدة عسكرية تحت القيادة السعودية في الأخبار المنوعة المنتشرة اليوم جاء في صحيفة الشرق الأوسط الخارجية الألمانية ترفض ترحيل حتى المجرمين من اللاجئين السوريين وأقلت الصحيفة أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية أنهى جدلا أو جدل ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم ودفع بوزير الداخلية المحافظ هورست زي هوفر إلى التراجع عن الفكرة والإعلان أن ترحيل السوريين حاليا غير ممكن وقال في تصريحات لموقع شبي يغل أنه في الوقت الحالي ليس هناك أي منطقة في سوريا يمكن ترحيل السوريين إليها حتى المجرمين منهم وجاء تصريحات وزير الداخلية هذه بعد أيام من إعلانه أن وزارته تدرس احتمال ترحيل السوريين إلى مناطق آمنة في بلادهم بنية طرح المخترحات أمام قمة لوزارة داخلية الولايات الألمانية الأسبوع المقبل صور متنوعة نشرتها صحيفة القارد نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم إلى الصور ترجمة نانسي قنقر تأسس الكاريكاتير حين شعر أصحاب الرأي بالخوف عن الإفصاح عن آرائهم وأظهروه عبر الرسم ومع الوقت تحول الأمر إلى فن قائم بذاته نتابع بعضا من هذه الرسوم نتابع بعضا من هذه الرسومة الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء